شركة أوكرانيا بحملة قافلة الضمير النسائية الدولية لدعم اللاجئين السوريين في جنوب تركيا وهي حملة جمعت سياسيات وناشطات ومتطوعات من 55 بلدا حول العالم مثلت أوكرانيا إلى الحملة كل من النائب المرلماني أولها بوهو موليتس وأيضا مستشارة الرئيس الأوكراني لشؤون الإنسانية ووزيرة الصحة السابق إلى جانب الناشطة سوزانا إسلاما عن جمعية مريم النسائية الإسلامية في العاصمة كيف بوهو موليتس اعتبرت أن توجه القافلة التي ضمت 200 حافلة إلى مناطق اللاجئين في يوم المرأة العالمي دليل على أهمية الأدوار الإنسانية التي يجب أن تؤديها المرأة تجاه مختلف القضايا مشاركة فرصة لتذكير العالم بالحرب في شرق أوكرانيا واحتلال شبه جزيرة القرم التقيت خلالها مع الرئيس رجب طيب أردوغان حيث أتيحت لي فرصة مناقشة سبل التعاون بين أوكرانيا وتركيا في مجالات السياحة والطب والتعليم أردوغان أكد على دعم بلاده الكامل لسلامة أوكرانيا الإقليمية ولقضية القرم ترجمة نانسي قنقر